عايز اقول لكم انه اخبار لعيبة الالي اصبحت اخبار مستشفيات اكتر منها اخبار ملاعب لو فيه موجود فريق مش عايز اقول لكم في مصر في كل الناس اللي بتمرس كرة القدر فريق بيلعب ممكن للسنة الكام على التوالي مواسم ملضومة وملتلحمة مع بعضيها طبعا الناس هتقول لكم ما هو خدوا اجازة في كورونا حتى لما خدوا اجازة في كورونا ورجعوا لضموا المسلمين في بعض بشكل غير طبيعي بالمرة تقريبا الفاصل كان بين المسلمين اقل من اسبوع خمس ست ايام كان المدة الفاصلة بين المسلمين ودخل فيهم الاهل في بطولة افريقيا عشان كده كشف الاصابات بتاع مستشفى الاهل اللي انا هقوله لحضراتكم ده بيفسر هذا الوضع الغير طبيعي والغير ادامي والغير رياضي اللي وصلت له الكرة المصرية قيمة الاصابات يا بشموندس محمد الشنوي طبعا كورونا وبكرة الجمعة ان شاء الله هيعمل مسحة اخيرة في انتظار نتيجتها باذن الله بس كمان جونيور اجيان نيجيري مازال عنده محتاج بعض الوقت لانه مصاب في العضلة الخلفية في مباراة الاهل وسيمبا التنزاني يعني كل ما لعيب يعني نبتدي نقول اهوفاء ورجع وحيبقى اضافة يعني التاني وهذا التعبير انا قلته من سنتين وكأن يعني شيطان الاصابات دقى الناس بيستاد ابرز العناصر عندك بيتجاهز اللي هتبتدي تعتمد عليه استاده والله اعلم يرجع امتى بنائي 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 الزرف وبنائي اللحظة انت داخل على مطشين خلال اسبوعين اه او تلتة سابيع مع زمالك اعتقد يعني حيكون لهم تأثير وحسب في المصابقة المحلية لكن الاهلي مالوش مالوش نظير في الاصابات اللي بتعرض لانه هو يعني خدوا بالكو حتى كمان الغريب جدا في التنوع شناوي كورونا جونيور أجيه قلتلكوا إصابة في العضلة الخلفية علي معلول من ساعة مشاركته مع الأهل في كأس العالم للأندية في قطر وخرج اتعالج مرتين وسافر مع الطبيب التونسي طبيب المنتخب وتقال لا قدام منه أسبوعه وخلاص وهيرجع وحتى كان تصريح الطبيب التونسي طبيب المنتخب التونسي أنه لا حالته جيدة وما فيش حاجة مزعجة وأنه من أسبوع العشر تيام ومعلول ينزل للملعب أصبح لسه قدام منه من عشر تيام لأسبوعين لأنه الراجل عنده مزعج في العضلة الخلفية بتقدر بحوالي ثلاثة ملي يعني ده اللي لما خرج ساعتها الناس قالتلك ده بيدع الإصابة هي ابتدت بالخمسة ملي فكل الفترة اللي فاتت ديت احنا فيه بنعالج اتنين ملي يعني أو هي ما عرفش فيه ايه أنا ما قدرش يقول الحقيقة ولا عايز أعلق حتى ما انت غيرت الجهاز الطبي يعني اللي بيلومه جهاز الطبي غيرت كل حاجة عماء خدت بالأسباب انت عندك لجنة برئاسة أعظم طبيب في إصابات العض كونسولتو الدكتور عبد العزيز الدكتور عبد العزيز يعني والدكتور محمد شاوي رئيس اللجنة الطبية يعني معني بهذا الملف بشكل خاص على فكرة ده البسكتبول حالة من حال الكورة أحسن عيب عندك هب أمين هب أمين كل ما يرجع يصاب إصابة مختلفة عن التانية عمر طارق نفس الشيء عمالي إصاباته مطلحقة يعني مش هو بس عبد الفضيل يعني كذا حد الحقيقة برضو إصابات كتيرة جدا السلعود لسه راجع بعد غيبة طويلة جدا يعني يعني أنا مش عارف هو فيه حاجة يعني حاجة يعني ضد اللعبة الآله في الألعاب واللعي وخصوصا كرة القادم يعني ياسر إبراهيم بيعاني كمان من إصابة في العضلة الضمة خضع لفحوصات طبية لتحديد عودته للمران إن شاء الله محمد هاني الظاهير الآيمن الدولي بيعيب بعد إصابته أيضا في العضلة لتضمة ومحتاج من أربعة لخمس أسابيع للعودة محمود وحيد يعني أنتم متخيلين إن ناحية الشمال فوق وتحت فيها هذه الإصابات علي معلول وجونير أجيه فوق منه وكمان حتى البديل محمود وحيد محتاج ثلاث أسابيع وبدأ المران الجماعي عنده تمزق في العضلة الخلفية هو أيمن أشرف مبارح الناس يعني الإصابات يعني مش يروح وييجي يروح وييجي لكن برضو أنتم معارض أي وقت تسمع خبر صحيح لأنه عنده مشكلة برضو خشونا في الرجل مبارح الناس ما سدقت قالت كويس الحاوي وليد سليمان رجع وأكرم توفيق رجع يدعم نص الملعب يصاب لتنم مع بعض في توقيت واحد أكرم خضع لفحص طب النهاردة عنده كادمة قوية جدا في الزراع محتاج برضو بعض العلاج إن شاء الله تعالى يكون كويس وعنده النهاردة كان فحص طب لغاية دلوقتي النتيجة لسه ما ظهرتش وليد سليمان عنده ألم في العضلة الخلفية هو رخ رغم أنه راجع من إصابة وليد فترة طويلة وعشان تعرف تأثير غياب العناصر دي وليد كل ما يتواجد بيكون مؤسر جد يعني آخر ظهور له قبل كاس العالم الراجل جايب جولين من أبدع ما يكون إمبارح جايب لك جول من أبدع ما يكون يعني الراجل تخيل هذا اللي موجود معك وتأثيره على الملعب بيكون عامل إزاي في يا ربينيش في الجميع رب ويحفظ الأهلي لكن برضو ده بالأهلي برضو يمكن سياسته الفطرة اللي فاتت هي اللي خففت تأثير الغيابات كان ممكن يبقى تأثيرها أعمق من كده على الفرقة لكن البدلاء المحترمين اللي هما فيه تقارف المستوى بيغيب الانسجام طبعا نتيجة التغييرات الكبيرة لكن بيظل عنصر التفوق وروح الأهلي موجودة في الباقية حمد فاتحي أصيب في دراعه خلال مشاركته مع المنتخب دي تاني مرة حمد في المنتخب يصاب وخضع الإجراحة لتجهيزه للعودة إن شاء الله وبيواصل برنامجه التهيلي في النادي طبعا التلاتة المصابين من فترة بيتأهلوا وإن شاء الله يكونوا جاهزين للعودة تدريجيا محمد محمود كان أجريت لي زي ما أنتم عارفين عملية غضروف في سبتمبر الماضي وبفضل الله الحمد لله شوفي وبدأ ينفس برنامجه التأهيل بيحتاج أسبوعين ويرجع للملاعب بإذن الله وهيرجع بقى بس بحيحتاج وقت هو ندفي وده نموذج لسوق الحظ دا لو كان معاك كان زمانه نضج دلوقتي وكان بقى عمل صحيح يعني ملعبش ماتشا أو ماتشين رباط صليبي يرجع منه رباط صليبي تاني متواخده هو في المتخب الأول متخب الفريق الأول لكرة القدر في مصر وناشئ كان سنه صغيرة يعني كان مبهر صحيح وما يلعب لكش ماتشين على بعض ومحمود متولي قلب الدفاع تماما تمثل للشفاة كمان محتاج أو بينفذ فترة تأهيل وتجهيزه لمدة أسبوعين أو ثلاثة عشان يرجع للمشاركة وكريم ندفد طبعا أطول واحد غاب لفترة طويلة جدا بينفذ برنامج تأهيلي ويرجع إن شاء الله في أقرب وقت بعد ما ينفذ البرنامج مش مهندس هنعايز أقول لك أنه اللي فاد حمادة واللي جاي حمادة تاني يعني بصوا الشكل المضغوط اللي الأهلي قدى به المباريات شكل غير أدامي لا نكمل في بطولة أفريقيا لغاية لما توج بيها والحمد لله دخل في البطولة الحالية ونكمل بيها والحمد لله السنة اللي فات تتحقق السلسية فلعب أكبر عدد من المباريات إلى أن وصلنا إلى قائمة الاثناشر لعب اللي فيه مستشفى الأهلي الخطر جدا هو اللي جاي لأنه يكف أن أنا أقول لحضرتك أنه في تلاتة واربعين يوم ابتداء من مباريح مباراة النصر والمدة تلاتة واربعين يوم الأهلي هيلعب اتناشر مباراة ناشر مباراة في تلاتة واربعين يوم يعني تلاتة يام ونص مباراة من مباراة النصر مباراة لغاية يوم سبعة وعشرين خمسة إن شاء الله الأهلي ونهضة بركان على كاس السوبر الأفريقي هو نبسا